هذه المياه التي جرفت أمامها السيارات والمبانية واقتلعت الأشجار واقتلعت معها أرواح الأبرياء وخلعت قلوب المصابين وأسالت معها أنهار من دموع ذوي الضحايا أرواح الضحايا ودموع ذويهم معلقة بإهمال وتراخي حكومات تعاقبت على حكم البلاد ولم تكترث يوما بتلك الأرواح رغم الخطر الداهم للسدين الذين قرروا أن يكون إعصار دانيال فرصة لإعلان رفضهما لسياسات الإهمال والفساد التي انتهجتها تلك الحكومات في صحوة بعد موات هب الأهالي في درنة رافضين هذه السياسات التي تسببت في فقدان الأحباب وضياع المستقبل في ظل محاولات لإخلاء المدينة بدلا من إعمارها توجهت أصابع الاتهام إلى المسؤول الحقيقي عن الكارثة بعد أن بدأت معالم تداعيات نكبة المدينة تظهر ملامحها أكثر وضوحا مع مرور الوقت مع الارتفاع اليومي لأعداد من قضوا في ظل استمرار عمليات انتشال الجثث والبحث عنها في البحر ومع التقديرات الأولية للأضرار في المباني والممتلكات والتي بلغت بحسب المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة ألفا وخمسمائة مبنى منها ثمانمائة وواحد وتسعون تضرر بالكامل وثلاثمائة وثمانية وتسعون غمرها الوحل ودفنت تحت التراب ارتفع معدل الغضب الشعبي وفي الوقت الذي اكتفى فيه المجلس الرئاسي بمطالبة النائب العام بفتح تحقيق في هذه الكارثة بعد تأخر تعاطي مجلس النواب مع الكارثة لعدة أيام أرجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الجبيبة سبب الكارثة إلى السبعينيات من القرن الماضي ليعفو الجميع من المسؤولية أو هكذا رأى الغاضبون من أهالي درنا هذا الانقسام والتبرير ومحاولات الالتفاف على الأزمات لم يعد مقبولا في ليبيا فبراير وهو ما بات يهدد النخبة الحاكم اشتركوا في القناة